مبارح الرئيس التتحدث من المشروعات التنموية بجنوب الوادي بالإضافة طبعا إلى موسم حصاد الأمح في مشروع تشكا 4 واللي ساهم شكل كبير في زيادة الانتاجية من محصول الأمح هذا الموسم خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الزراعة في جنوب الوادي ومشروع تشكا ودورهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية مرحب بضيفنا الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أهلا وسهلا دكتور محمد صباح خير يا أستاذ محمد وأهلا بكل السادة مشاهدي صباح خير يا مصر أهلا وسهلا محمد دكتور بداية الدولة بتولي قطاع الزراعة اهتمام كبير جدا وإحنا ملاحظين ده على يعني مدار الفترة اللي فاتت لو حالك تكلمنا عن أهمية الزراعة في جنوب الوادي إحنا شايفين تأثير إيجابي لمشروع تشكا على الزراعة بصفة عامة وشايفين إن إحنا تشكا كانت لفترة طويلة إحنا حاسين إنها مشروع وكان باز بقى ولقي اللي جارة ولكن الحمد لله بلاقينا ثمار جيدة جدا في البداية يعني ما يحدث في مصر الآن لم يحدث من أكثر من 200 سنة يمكن مش عارف شهدتنا مجروحة في حق زعيم اتخذ القرار الصحيح الدولة أو لا دولة كان هذا الخيار كان من السهل عليه إنه هو نعيش زي ما كنا عايشين لكن الحياة والمواطن هو اختار القرار الأصعب إن إحنا نبقى دولة وفعلا يمكن ده كبتنا الكثير يمكن إحنا نبارح في الفترة الفتاح بيقول إن إله للمواطنين المجهودات والتحديات اللي حوالين الدولة دولة زيادة السكان 25 مليون خلال 10 سنين أو 12 سنة بالإضافة إلى أخواننا ضيوف مصر الأعزاء 9 مليون مواطن أين هدولة هتتحمل كل هذا الضغط التحديات فقر مائي زيادة عن السكان إذن تحدي قرار قرار جريء نكون أو لا نكون واختار القرار الصعب يمكن إحنا من الأسبوع اللي قبل اللي فات كنا بنشهد افتتاح موسم الحصاد في مستقبل مصر دلتة جديدة إضافة رقعة زراعية للمساحة المنزرعة تحركت المساحة من 6 و 1 من 10 مليون فدان أصبح 9 و 6 من 10 مليون فدان لما نقول إن الفدان الواحد بيكلف 250 ألف جنيه يبقى إذن الدولة بزلت الكثير من الجهد والمال عشان توفير حياة كريمة للمواطن المصري ولما نتكلم مع الأمح بنقول هو لقمة العيش هو رغيف الخبز لما شوفنا مبارح إن فخامة رئيس الجمهورية بيقول إن إحنا كان آخر رقم عندنا 68 قرش رغيف الخبز لو حضرانكم فاكرين يتحرك الرقم ده ل125 قرش وبناخده بشلم إذن الدولة وضعت المحاصيل الاستراتيجية هدف وتنمية المواطن المصري هدف وتوفير احتياجات وتوفير الأمن الغذائي هدف لما بنقول إن إحنا بناخد الأمح من المزارع بسعر أعلى من السوء العالمي يمكن ده برضو لما شوفنا إن الدولة قالت إن أنا بحط سعر استرشادي في بداية الموسم 1600 جنيه قابل للزيادة بمعنى إن إحنا لو الأمح في السوء العالمي ارتفع السعر عن 1600 جنيه بناخده بالسعر العالمي لو قال بيضمن المزارع 1600 جنيه والمزارع هو الاقتصادي الأول يحسب الله يخش جيبه لما نقول إن ألفين جنيه ده أعلى من السر العالمي إذن بشجعه على الزراعة بشجعه على التوريد شايفين موسم توريد السنة دي هايل يمكن والسنة دي الحمد لله كان موسم أمح الظروف المناخية يمكن ربنا بيحب البلد دي يعني شفنا قد إيه الرئيس حنون بالشعب والشعب أخيرا وقد من يرفق ويطبطب عليه زي ما هو قال في بداية توليه لما قال لنا أنا عايز ناس تقوم معي سبعة الصبح فعلا بدأنا كله بيشتغل دلوقتي كله عاوز ينتج لما نقول إن إحنا وصلنا لخط الفقر المائي 500 متر مكعب للفرد يوم 500 متر مكعب نصيب الفرد في السنة المصري ده وصلنا لمرحلة الفقر المائي يبقى إذن الاستفادة من كل قطرة المائية وده للدولة فعلا دكتور الشغال عليه خلال الفترة اللي فاتت ويمكن الرئيس زي ما حاجز ذكرته وإحنا في فموس وحصاد الأمح في مستقبل مصر ودلوقتي بنتكلم عن تشكة وجنوب الوادي فيه اهتمام كبير من الرئيس بنفسه سواء فيه افتتاحيات المواسم مواسم الحصاد أو حتى فيه المتابعة والاجتماعات الدورية بهذا الشأن ما بيسيبش الرئيس أي فرصة إلا واتكلم من خلالها بكل صراحة وشفافية للشعب المصري عن التحديات والأزمات بالحقائق والأرقام اللي وجهتنا وإزاي قدرنا نعبر هذه التحديات وده طبعا من منطلق إيمان الرئيس بحق المواطن في المعرفة حق رأي العام في فهم التحديات اللي بنمر بها المواطن له الحق في المعرفة يعرف ايه التحديات اللي بنواجهها والمستقبل عامل ازاي وازاي نقدر نتغلب على هذه التحديات وزي ما كانت منا بتقول إحنا في صباح الخير يا مصر حارسين كل الحرص على ده من خلال زيارتنا لكم المشروعات القومية اللي تم افتتاحها أو حتى المشروعات الجارية تنفيذها بنكون موجودين فيها يعني على سبيل المثال وإحنا بنتكلم دلوقتي على تشكة إحنا عملنا حلقة مفصلة وموسعة لمشروع تشكة من البداية من أول ما دخلنا من البوابة وعرفنا آه حصل الكلام ده فعلا من أول ما دخلنا متى كنت موجود هناك على الأرض الواقع صحيح آه يعني كنا نتكلم كمان يعني الحاجات اللي كانت تسببت في تعطل هذا المشروع وتلكؤه لحد ما اتاخد القرار المناسب أن احنا لازم ندخل في هذا المشروع اختيار المكان لعمل هذا المشروع كل هذه الأمور يجب على المواطنين أن هم يكونوا عارفين نرجع مرة تانية نكمل كلامنا مع دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراع دكتور أهمية أن المواطن يكون عارف حاجة زي دي ويمكن رئيس فيه افتتاح مشروع مستقبل مصر كان بيتكلم عن إزاي هنوفر المية لهذا المشروع عرفوا الناس إحنا جبنا المية لهذا المشروع ده إزاي صحيح والكلفة كان يعني حضراتكم لما نبارح بنتكلم أن كمية المية الموفرة لهذا المشروع اختيار هذا المشروع اختيار كان سليم لكن هي عدم توفر الإمكانيات اللازمة لاستكمال هذا المشروع اللي الدولة بدأت تعمله دلوقتي لما نقول أن عندنا ثلاث محطات عادة استخدام مياه الصرف وتأهلها للزراعة هذه المحطات لما نقول أن عشان المليار متر مكعب مية بيتكلف كام هذه الكمية من المياه لما نقول أننا وصلنا في مرحلة الفقر المائي فإحنا وصلنا أننا لازم نوفر المية الدلتة الجديدة المية اللي كانت بتروح من النهر للبحر محطات رفع أملاقة يمكن أن يبنح وفي خامة رسالة الجمهورية يفتتح الحصاد كان فيه بعض المشروعات التنموية الأخرى بس هو مش عملية زراعة بس لكن الحياة القائمة على الزراعة تصنيع زراعي مجتمعات سكنية طرق كباري كل مجتمع متكامل حياة كريمة زي ما نقول تتكلف أي ما تتكلف الدولة شالت عشان هو وضي دورها وإحساسها بالمواطن توفير لقمة العيش توفير الحد الأمن من الغذاء للشعب لما بنقول مبارح كان فيه عرض لتجربة جميلة لمستثمر مصري ودي دعوة لكل إخوانا المستثمرين سواء المصريين أو العرب احنا مش نلاقي وقت مهيئ للإستثمار أكثر من هذا الوقت يمكن احنا شوفنا مبارح مستثمر مصري بيعرض قدقي نجاحه في أرضك لما كانت صعبة جدا في الزراعة في ودي الشيح يمكن أنا بعض الباحثين كانوا يتابعوا معاه أنا كنت متوقع أن المحصول عنده هيبقى كويس يعني منطقة كانت غير صالحة للزراعة هيئها وصرف عليها وأصبحت وطبعا نحنا زي ما في خامة الرئيس الجمهورية مبارح قال قال المستثمرين والقطاع الخاص هم مش اضطرش وقع عننا وده ما يزعلناش بالعكس يفرحنا ويخلينا نغير أن نحن نبقى زيهم هم فعلا نجمع بيحط الجنيه في المكان الصعيح عشان يجيب عشان يكسب ما يخسرش فهو يكون أنه يستثمر في هذا المجال المجال وبعدين كل تسهيلات الاستثمار دعوة لكل المستثمرين مش هنلاقي أحسن من هذا الوقت الاستثمار كلنا علينا دور كمجتمع كمجتمع مدني وهما شركاء معنا شركاء معنا كدولة المستثمر سواء كان مستثمر مصري أو عربي أو أجنابي هيجد كل الطرق وكل السبل احنا بندعم يمكن نسينا نقول مبارح قد إيه جهاز الخدمة الوطنية والشركة الوطنية وقد إيه هي بتساهم في إضافة مساحات جديدة يمكن هي مش الهدف بمتاحها الربح قوي هي الهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية يعني مش هتخسر أه صحيح لكن في النهاية هي لازم توفر أمن غذائي للمواطن المصري لما بقول إن إحنا أضفنا نصف مليون فداني الزرع أمح يعني حوالي في ثلاثة طن وحضرتكه كمان معدلات إنتاج عالية جدا يعني يمكن في خبط رئيس الجمهوري بيتكلم على خمسة وعشرين أرداب الأمح الفرق من تمنتاشر وعشرين وخمسة وعشرين يمكن أدق التفاصيل اللي بيتكلم فيها زي ما الأستاذ أحمد أيوب قال هو مشارك هو بيتكلم في أدق التفاصيل لما يكون خمسة خمسة أرداب في الثلاثة مليون فدان فرق يعني خمستاشر مليون أرداب إلا أن حضرتك نحتاج 18 مليون طن أمح لإستلاقنا نطمنكم أننا رغيف الخبز المدعم يحتاج من 9 إلى 10 مليون طن دون فعل أننا ننتجهم الحمد لله اكتفاء ذاتي من الأمح اللازم للخبز المدعم باقي بيستخدم في صناعات المقارونة وبعض المخبوزات اللي هي قائمة على الأمح دكتور حالي بتكلم عن الكلام ده عايز أعرف أن الدولة ماشية في خطين يمكن يكونوا متويزين في نفس الوقت تعظيم الإنتاج من الرقعة الزراعية وصيانة الرقعة الزراعية والتوسع فيها وفي نفس الوقت بيحاولوا ياخدوا أعلى انتاجية من الفدان إحنا بنتكلم في أن الاتنين دول هينعكسوا على زراعة كان عندنا مشكلة تآكل الرقعة الزراعية وإزاي كانت بيتعرض للتبوير وإنها يحصل عليها بناء وكان عدم اهتمام أبدا بالصلاح الأراضي إذننا نعمل ده في وقت فيه يمكن أزمة مياه عالمية يعني إحنا شغالين وبخطة ثابتة وقوية وشايفين إحنا بتجيين فيه أولا زي ما حضرتك مبارح زي ما شوفنا في الافتتاح موصب الحصاد أو الافتتاح المشروعات التنموية في جنوب الوادي استفادة بكل قطرة مية يعني حضرتك 25 نارداب دول جايين من نفس المساحة ومن نفس كمية المية اللي بينتجوا من العشرين فالفرق ده إيه؟ فرق ده فرق معاملات فرق صنف جديد يمكن من نبارح فخامة الرئيس وجه إلى أن نحن نشوف أصناف جديدة بتتحمل طول فترات الرأي أو بتاخد مية أقل وبتنتج أعلى يمكن أن نحن لما نقول أن الأمح بتاعنا ده ما هي ده أصنافنا المصرية اللي جايب 25 أرداب لما نقول أن الأمح بتاعنا ده يقدر أن نجيب 25 أرداب لو قدرنا نزود الخمسة أرداب هيتزودوا وقديها على الناتج القومي فإمكن كان في شعار جميل قاله بسرط رئيس إنتاج أعلى في أقصر وقت بكل قطرة مية ونفس الأرض يعني أنا هي نفس الإمكانيات المتاحة أزود بها الإنتاجية بدون زيادة لما نقول أن أنا بزود خمسة أرداب يعني أنا بزود حوالي نص مليون فدان زيادة من غير ما أكون بعمل حاجة غير أن أنا بزود في الإنتاجية بتاعت باستخدام الأصناف الجديدة توسط رأسي وقف زيادة زمان زمان حضراتكم أنتوا شعر لسه شباب كان زمان كنا بنحصد الأمح في شهر ستة يعني الوقت من نص أربعة بنحصد الأمح يعني وفرنا حوالي شهر ونص يعني وفرنا كمية مية يعني وفرنا وقت للاستدل المحصول التاني لما بنوفر يعني بنشتغل على على التقيني لما بقول لنا دلوقتي عندي أننا الانتاجية حضراتكم ملحقتوش كان معاشر أرداب للفدان وصلنا 24 أرداب للفدان كم بياخدوا تقديه في الأرض مية وسبعين يوم مية وثمانين يوم وصلنا الوقت للمية خمس واربعين يوم ومية وخمسين يوم أعتقد كمان نوعة التقاول اللي كانت مستخدمها اللي بتعملها وزارة الزراعة اللي دايما توجهات استماط أصناف جديدة عالية انتاجية مقامة كمان عدد السنابل مش بنتكلم بس على مدتها في المية ولا مدت عادتها ولا المية طبعا دي أصنف عدد السنابل وبعدد حبوبه يعني تحدي كمان بقى تغيرات مناخية إزاي أن انت هتواجه هذه التغيرات المناخية بأصناف زكية مناخيا بحيث أنها تتفاعل مع الظروف الجوية وتدي نفس الانتاجية ودون التأثير على الانتاجية يعني توفير في الوقت توفير في المية منقلل فترة النمو بتاعت المحصول من 170 ل 145 يوم يعني وفرنا حوالي شهر فده بيوفر قدق مية والمحافظة على الانتاجية لأنها عملية صعبة أن انت تنتج نفس الانتاجية في فترة أقل لأن العملية زمائل المتخصين عارفين لأن العملية دي عملية عكسية إن إحنا لما عشان أصر الفترة هيجي على المحصول وده بس في القبح بس ده عملناه في الدرة عملناه في الرز عملناه في كل المحاصيل استراتيجية وده مجهودات يعني لما نقول إن إحنا في معدل محاصيل طلعنا 200 صنف وهجين 300 صنف وهجين من الأصناف والمحاصيل الجديدة ده الصنف بقى حضرتك عشان تعرفه بيقعد من 10 إلى 12 سنة عشان تطلع صنف فده فده مجهودات مجهودات في الفترة الأخيرة دي بقى توجه نحو هذه الأصناف نحو أصناف جديدة طبعا توفير ساحة تخزينية كمان لاستيعاب هذا المحصول ده برضو ده دور الدولة اللي لا تألو جهداً في إنها توفره يبقى إذن تقصع أفق بتعمله الدولة بزاية مساحات منزرعة 4 مليون فدان هتزود 2 مليون طن أمح في 2027 ده الهدف إن أنا زود المحصول أمح 2 مليون طن خلال 2027 أزود الدورة من 400 إلى 500 ألف طن وده عارفين مشكلة الدورة والأعلاف إن توفير هذا هذا المحصول للأعلاف والدواجن والإنتاج الحيواني ده مهم توفير الأرز إن أنا بحافظ على المساحة المنزرعة من الرز بالعكس بحاول أقللها عشان الفقر المائي مع الإنتاجات العالية وإحنا في هذه المحاصيل كلها في إنتاجات واحدة المساحة أعلى دول العالم في هذه المحاصيل يعني إحنا مش بس إن إحنا لكن كإنتاج كلي لا إحنا مش نمر واحد لأن المساحة محدودة لكن في إنتاجات واحدة المساحة في هذه المحاصيل بنحتل مكانة دولية يمكن في الرز إن إمر واحد في الأمح الشت الربيع إن إمر واحد في الدورة الرابعة والسادس إذن العمل في كل النتقات وعلى كل المجالات ومش بس في الزراعة في الصناعة وفي التجارة واستخدام القيمة المضافة بالتحول من منتج خام إلى منتج مصنع وده مهم جداً لحيث إن إحنا ندخل كمان في الدائرة كاملة بقى توفير فرص عمل توفير مجتمعات تنموية كاملة ما يبقاش الموضوع قائم على مجتمع الزراعي فقط لغير كل شكرا لك دكتور علاء خليل مدير معهد المحصيل الحقلية بوزارة الزراعة عرفتنا كثير عن الموجود والمشروعات المختلفة شكرا جزيلاً لك دكت معا شكراً لك